نحو 13 ألف منزل تتشكل منها مناطق العشوائيات التي تحيط بمدينة العمارة وتأخذ مساحة انتشار كبيرة يتضح من خلالها تفاقم أزمة السكن حيث تتظافر العوامل الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تصاعد الهجرة من أرياف محافظة ميسان إلى مدينة العمارة في اتساع رقعة العشوائيات بحسب سكانها يأحب من الهور المهجرين يأحب من هنا يعدد فيها أو من أعدي 100 أو 750 ما يقدر إأجر يعني أنت ش�도 نانا حاليا أننا شغل ما عدنا يعني اللي يطلع من المصدر يشتغل يوم وشهر قاعد وين يوديني لا يعجار طبعاً يقعد بالتجاوز الناس ما عدها وين تروح يعني حاجة يعدها يملك له ما يملك له حاول Ога Sum يستر عياله بينه ويقعد جواهن يعني شو Though ناس هوايك كثيرا ناس ناس معها ناس تعبان الحاول ناس تعاني والله العشوائيات مناطق التجاوز أو الحواسم كلها أسماء لعنوان واحد هو الفقر الذي دفع هؤلاء الناس للسكن في هذه المناطق في ظل ظروف أقل ما توصف به بأنها صعبة ومعقدة يوام جوهارين؟ اي هذا اولي والله عشرة عمر احنا وياهم اي اشي سواء اي والله غرفتها شو فيه غرفتي غير هاي شوفها واغعة كلها واقعة وقعت علينا كلها هاي حالتنا هاي شوفها بس واحدة ابني ليها ورجع بيها عقارب وحياة وصاخة بنظيم شنة لنا بلي جار ما عدنا حتى نلطى الجار هسا لدنا نلطى بيت وضع هذا وضع طبق كشو عجب الصور بطنا يعني غرفي قعدية غرفية مطبخ السياجة هي بطاطين حكومة ميسان المحلية التي نفذت خلال السنوات الأخيرة مشاريع اسكانية كثيرة تمكنت بواسطتها تحجيم مناطق التجاوز لكن الحاجة تصل إلى 15 ألف وحدة سكنية لحل أزمة السكن وهذا لا يبدو ممكنا في ظل الأزمة المالية الراهنة عملت الحكومة المحلية والتنسيق مع الحكومة المركزية على إنشاء وحدة سكنية مثل مشروع الألف وثمانية شقة على طريق المدثرة طريق الكحلاء عمارة وكذلك الألف دار دورواطة الكلفة مجمع الأحرار مجمع السجناء السياسيين ما يقارب أربعة آلاف وحدة سكنية في مركز المدينة احتياج محافظة ميسان أو مركز المدينة بشكل خاص إلى ما يقارب 15 ألف وحدة سكنية لحل أزمة السكن حاليا نتيجة الأزمة المالية التي مر بها بلدنا ما صورك حلول جذرية رغم مشاريع إنشاء الوحدات السكنية التي تنفذها حكومة ميسان المحلية إلا أن أزمة السكن تتفاقم تدريجيا لتتسع بسببها ظاهرة العشوائيات أو مناطق التجاوز كما يقول سكان هذه المناطق من مدينة العمارة أكرم ربيعي الحرة